اكد سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن الخليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يسير وفق الأهداف المرسومة له وهو ما أثبتته مخرجات البرنامج المميزة منذ تأسيسه وحتى اليوم عبر ما أحدثه الخريجون من تطوير في العمل الحكومي من خلال المشاريع الحيوية التي حرصوا على تنفيذها عند عودتهم إلى جهات عملهم منوها باهتمام البرنامج برفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة مهنيا وخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل مملكة البحرين بما يحقق الرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم عن بعد لمنتسبي الدفعة الخامسة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية وذلك بعد إتمامهم متطلبات البرنامج وفترة الانتداب التي امتدت عاملا كاملا بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفي كلمة لسعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن الخليفة قال إنه منذ خمس سنوات مضت مع انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج وحفل التخريج يكون فاصلا هاما بين مرحلتين حيث يكون شاهدا على ما سنراه من تطوير وتعزيز لجودة العمل الحكومي ورفع كفاءته على يد منتسبي الدفعة بما تزود به من علم ومهارات وخبرات أثناء فترة انتدابهم كما نستقبل في الفترة ذاتها دفعة جديدة من الطاقات الشابة لنبدأ معهم رحلة جديدة هدفها خدمة وطننا الحبيب ومع توالي الدفعات نزداد يقينا أن الخير كل الخير في شباب الوطن ونوها بأن لكل تجربة تعلم تفاصيلها حيث شاء الله أن يمر العالم بظرف استثنائي جراء فيروس كورونا مع قرب انتهاء فترة انتداب الدفعة الخامسة ليكونوا بذلك في قلب الحدث في غرفة العمليات يشاركون ضمن الجهود الوطنية لكافة فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء لينسجوا بذلك تجربة لن تنسى أثبتت أن أبناء الوطن المخلصين هم فعلا عتاد الوطن وأضاف سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن أنه بين ساعات العمل المتواصلة وعمليات التحليل وخطط الأداء وتنفيذ الاستراتيجيات انتهت فترة الانتداب وتعودون إلى جهات عملكم من جديد تحملون معكم خلاصة تجربة امتدت لعام في المقياس الزمني بل امتدت لأعوام بمقياس ما اكتسبتموه من خبرة ومعرفة تراكمية لا يحظى بها كثيرون في أعماركم داعيا المولاء يوفقهم في مسيرة عملهم المقبلة وفي ختام كلمته وجه سعادته الشكر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء منتسبين دفعة الخامسة في الجهات والوزارات الحكومية التي تم انتدابهم منها لتعاونهم المستمر كما شكر أهالي المنتسبين وذويهم على مساندتهم لهم طوال فترة انتدابهم في البرنامج من جهة اخرى القى الدكتور فيصل حماد الأستاذ المشارك في جامعة البحرين كلمة نيابة عن منتسبين دفعة الخامسة توجه فيها بأسماءات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا البرنامج مشيرا إلى أن عملهم ضمن فريق البحرين سيستمر بذات العزم والعزيمة حين عودتهم إلى جهات عملهم لتحقيق مختلف الأهداف المنشودة ولتبقى البحرين دوما مثالا يحتذي به الجميع في كافة المحافل